السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب صف الثالث السنوي اهلا بكم يا ابطال اهلا بكم ايدا كاترة على قناة استاذ صابر بيبرس في مادة اللغة العربية ان شاء الله النهاردة هنحل تدريبات على مدرسة الاحياء والبعث من كتاب الامتحان عام الفين تلاتة وعشرين كتاب الامتحان عام الفين تلاتة وعشرين تدريبات الادب على مدرسة كلاسيكية الاحياء والبعث يلا من العوامل التي ساعدت شوقي على التجديد هل نشأته في قصر الخدوي لا طبعا دي ما مستبعدة وظائفه التي تولاها دي ما مجاتش خالص معنا تتلمزه على يد المرصفي لا ده هو تتلمز على يد محمود سامي البرودي لكن المرصفي ده شيخ شيخه او استاذ استاذه استاذ محمود سامي البرودي طبعا ثقافته المتعددة رقم به لانه كان لديه الثقافة الاوروبية والثقافة التركية والثقافة العربية اه من العوامل التي ساعدت تلاميذ البرودي على التجديد هل الحرب العالمية لا ملاش علاقة بتجديدهم خالص الاهتمام بالنواحي البيانية دي سيمة وليست عامل سيمة عندهم طيب الاحساس باستقلال الشخصية لا خالص اما ايه عمق النضال الوطني مفهوم الشاعر ووظيفته عند تلاميذ البرودي والتعبير عن احساس الشاعر ده دي عند الديوان اكتبها كده دي عند الديوان موقف الانسان من الكل الواقع ومتناقضاته لا دي عند الواقعية طيب قضايا العصر ومشكلاته طبعا ما ادى الى سهولة الاسلوب لدى تلاميذ البرودي اه طبعا ارتبطهم بالصحافة ارتبطوا بالصحافة فسهل اسلوبهم وسالوسة طبعا تعبيرهم عن تجاربهم اذاتية دي الرومانتكية ايمانهم بفكرة الجامعة الاسلامية دي عامل من عوامل التطوير مؤامتهم بين القديم والحديث لا طيب منز عماء المدرسة الكلاسكية واتجه للشعر المصرحي طبعا شوقي رائد الشعر المصرحي شوقي منز عماء الكلاسكية ونظم الاليازة احمد محرم وهي عبارة عن السيرة النبوية كامرة في تلات تلف بيت تقريبا استنتج من كل بيت مما يلي واحدا من العوامل التي ساعدت تلاميذ البرودي على التجديد قال احمد شوقي يادن شوية على رباك سلامه ذهبت بان بانسي ربوعك الايام طيب غالبا ده بقى شكل الامتحام به كده وحنا بنجيب حاجة في حاجة اسمها اه اللفظ نفسه دلالة اللفظ دلالة اللفظ هي اللي بتوديني الاجابة او دلالة المعنى في معنى موجود بيوديني للاجابة هنشتغل على دولة طيب في حاجة مش هتيجب دلالة لفظ ودلالة معنى في اسئلة بتتحل بالاستبعاد طيب يا دون شوية على رباك سلامه هو يتكلم عن دون شوية وهنا اللفظ دون شوية يدل على اه حادثة دون شوية دلالة اللفظ يدل على حادثة دون شوية وجرائم الاحتلال باهل دون شوية طب موقفه من الدستور طبعا هنا ما فيش موقف من الدستور موقفه من تعدد الاحزاب مش موجودة الايمان بفكرة الجامعة الاسلامية مش موجودة التنديد بالاحتلال جرائم الاحتلال تنديد يعني فطح فطح جرائم الاحتلال ودون شوية تدل على فطح جرائم الاحتلال يبا احنا خدنا من دلالة لفظه دون شوية التنديد بجرائم الاحتلال قال حافظ إبراهيم يا طالب الدستور لا تسكنوا ولا تبيتوا على يأس ولا تتضجروا يعني لا تتضايقوا طب كلمة الدستور هتدل على موقفهم من تحدد الأحزاب لا طبعا موقفهم من حرية الصحافة لا موقفهم من تحرير المرأة لا طبعا موقفهم من الدستور يالمن تطلبون دستورا لمصر لا تيأسوا ولا تتضايقوا قال أحمد محرم جاهل ظن أن العلم مفسده جاهل يظن أن العلم مفسده للبنت جاهل ظن أن العلم يفسد البنت فانتقص التعليم وانتقض يعني انتقض تعليم المرأة والبنت هل هنا موقفهم من وحدة الأمة ده بيتكلم عن تعليم البنت موقفهم عن من حرية الصحافة لا موقفهم من الدستور طبعا لا طبعا موقفهم من تحرير المرأة وكان لهم موقف مضاد لموقف قسم أمين الذي يدعى للتحرير كل المرأة هم يقولوا لا إحنا ليسنا ضد لسنا ضد تعليم البنت ولكننا ضد تحرر المرأة من قيامها ودينها فهنا طبعا البنت ودتنا على طول لموقفهم من تحرير المرأة دلالة اللفظ هنا بتدل على الإجابة على طول قال حافظ إبراهيم فأنشأوا ألف كتاب الكتتيب يعني اللي بتعلم القرآن وبتعلم القرآن والكتابة وقد علموا أن المصابيح لا تغني عن الشهب كأن شابه طبعا هنا الكتاب بالمصابيح والشهب دي اللي هي إيه فما لكم أيها الأقوام جامعة لي الشهب يعني المصابيح لا تغني عن النجوم اللي في السماء والشهب إلا بجامعة موصولة السبب يلا هل هنا فيها تنديد بالاحتلال يعني التنديد يعني فطح جرامي الاحتلال لا موقفهم من حرية الصحافة لا موقفهم من الدستور لا موقفهم من إنشاء الجامعة المصرية وده كان عامل من عوامل التطوير عندهم طيب طبعا لفظة الجامعة على طول يتتكلم على الإجابة ينتكلم عن موقفه من إنشاء الجامعة وهو يطالب ويؤيد إنشاء الجامعة المصرية التي أنشأت عام 1907 طيب قال أحمد شوقي إنما نحن مسلمين وقبتا أمة واحدة وأمة وحدة على الأجيالي طيب مسلمين وقبت تدل على الموقف من تحرير المرأة يعني المسلمين والقبت المسيحيين أمة وحدة تدل على تحرير المرأة لا دستور طبعا لا حرية الصحافة لا طبعا موقفهم من وحدة الأمة صلي بعده يقول حافظ واصفا شعر شوقي لقد زاد هوجو فيكتور هوجو أحد شعراء فرنسا ماشي فيكتور هوجو فيه خصبة قريحة يعني هوجو زاد من قدرة أحمد شوقي على نظم الشعر إلى أوطانه جدة ممرعي من خلال البيت السابق ميز مما يلي العامل الذي هيأ لشوقي تطوير شعر مدرسة إليحية والبعثة ماشي فيكتور هوجو أحد شعراء فرنسا الذين تأثر بهم أحمد شوقي قال أحمد محرم أهذي ديار القوم هذي اسم إشارة هذي يسأل ديار القوم غيرها الدهر فعوجو عوجو يعني حولوا من أن تعوجع المكان تميل إلى مكان عليها نبكيها أيها السفر يلا إحنا أيها المسافرين نبكي على هذه الديار السماء التي تؤكد تمسك تلاميذ البرود بالقديم وتتضع في البيت السابق هل هي تمام بالنحية البانية؟ لا الارتباط بالصحافة لا بالغزل لا طبعا البكاء على الأطلال جبناها منين ديار القوم يلا نبكي عليها فعوجو عليها نبكيها نبكي الديار وبكاء الديار هو بكاء الأطلال قال محمود غنيم ليهنك يا أبولو الانتصار بربك كيف طرت بهم وطاروا أبولو هنا مش مدرسة أبولو اللي عندنا في الأدب لا أبولو المركبة الفضائية أو المركبة الفضائية صعدت يقال إلى الفضاء يعني عرفنا منين من طرت وطاروا من مظاهر التجديد عند تلاميذ البرودي أبولو السفينة الفضائية دي فيها اهتمام بالتجارب الذاتية لا اتكار المعاني لا الاقتراب من الجمهير لا ثم الاهتمام بالتجارب الذاتية هم أفسحوا المجال للتجارب الذاتية لكن الاهتمام بالتجارب الذاتية نفسها والتجربة الذاتية نفسها عند الرومانتكية طبعا التعبير عن المخترعات الحديثة عرفنا منين دلالة اللفظة هو أبولو يقول أحمد شوقي المهدي مناديا ليلة انتظر قيس ليلة ليلة من أقصى الخبائي ما وراء أبي المهدي هذا ابن عمك ما في بيتهم نار تظهر ليلة عند الخباء ليلة قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا يا مرحبة قيس متعبي متعتي ليلة بالحياة وبلغتي الأرباء من خلال النص السابق طبعا يتكلم عن المصرحية قيس وليلة المجال الذي طرقه شوقي في سعيه لتطوير الشعر طبعا هنا واضحة ان ده مصرحية شعرية فابتكر الشعر المصرحي هنا ما فيش اتجاه للتاريخ لا هتقول لي ما هو التاريخ ما بيتكلم عنها تاريخية لا هنا الشعر المصرحي مصرحية قيس وليلة وجه أشعره اتجاه الإسلاميا طبعا غلط اهتم بالنحية البيانية غلط الشعر المصرحي واضحة جدا من خلال التدريب والأبيات قال حافظ إبراهيم ونحن كما غنى الأوائل يعني الأوائل زي ما قالوا الشعر وقالوا القصائد لم نزل نغني بأرماح وبيض وأدرع احنا زي يوم بالزبط عرفنا مدى الشيء القديم فهل مدى لشيء حاضر عرفنا احنا القديم وحافظنا عليه فهل مدى لشيء حاضر النفعي ممتعي برضو نجيب شيء حاضر يعبر عن الواقع يمتع من خلال البيتين السابقين الارتباط بالصحافة من مسال أسلوبهم ما فيش ذكر للصحافة خالص الاهتمام بجلال الصغار وروعة البيان ما فيش هنا صور بيانية واضحة جمدة ابتقار المعاني طبعا المؤامة بين الأخذ من التراث اللي هو القديم والالتفات إلى ثقافة العصر عرفنا الشيء القديم وغنينا كما غنى الأوائل قديم فهل مدى لشيء حاضر النفعي ممتع عايز شيء حاضر شيء جديد يمتع الناس فهدي الشيء الحاضر ادتنا ثقافة العصر القديم ادتنا الأخذ من التراث احنا عايزين نتعلم ازاي نجيب سؤال الأدب بسهولة جدا لاني أسئلته سهلة قال حفظ ابراهيم مديحن أحمد شوقي بلغت بوصف النيلي من وصفك المدى انت لما وصفت النيل بلغت مدى كبير وأيام فرعون لما شوقي يتكلم عن ايام فرعون دي بنسميه ايه طبعا بيتكلم عن تاريخ الماضي ومعبوده رع وما سقطة من عاد البلاد وأهلها بتكلم عن تاريخه قوم عاد وما قلت في أهرام يقوفه وخفرع من مظاهر التقديد عند شوقي كما تضح من الأبيات هل هنا فيه تعبير عن المخترعات الحديثة لا هل وجهه أشعره اتجان إسلاميا ما فيش ما تكلمش عن الشر الإسلامي ده وبتكلم عن قوف وفرعون ومعبوده رع ما فيش منجزات عصرية طبعا عدل عن المديح واتجه إلى التاريخ عدل أي ترك المديح واتجه إلى التاريخ قال الأمير شكيب أرسلان يصف شوقي أحد تلاميذ البرود بالمرسالة من سوريا في كل حادثة يزف قصيدة تؤتي جميع الكائنات بهاءها يعني في كل موقف في كل موقف له قصيدة له كلام يعبر عن واقع الناس من مظاهر التجديد عند تلاميذ البرود كما يظهر من البيت السابق حتى بالاستبعاد هنا ما فيش ارتباط بالصحافة ما تكلمش عن الصحافة اهتمامون بروعة الموسيقى ما فيش شينات من الزهرة في الأبيات اهتمامون بالنحية البيانية مش جاي خالص طبعا انشغلون بقضية العصر وحوادثه لما قالوا في كل حادثة في كل موقف يزف قصيدة له قصيدة تؤتي جميع الكائنات بهاءها فحوادث حادثة حوادثه فهم يتكلمون عن الحوادث والقضايا التي في حياة الناس اهتشغلهم بقضايا العصر قال محمود غنيم يرثي على الجارم على الجارم احد شعراء المدرسة الكلاسيكية وتساءل التاريخ عن من شعره كان السجل لحادثات زمانه من اللي شعره سجل حوادث الزمان طبعا دولة الكلاسيكية من خلال البيت السابق الدولة الذي قام به تلميذ البارودي هل استكملوا ما بدأه البارودي هنا بيقول ان تساءل التاريخ من اللي شعره كان سجل لحادثات لقضايا لما حدث في العصر دي ما لاش دعوا باستكملوا ما بدأه البارودي علاجوا مشكلات عصرهم هنا مش بيتكلم عن مشكلات عبروا عن رع عصرهم لا طبعا سجلوا أحداث العصر وقضايا شعرهم كان سجل لحادثات الزمان يبسجلوا أحداث العصر دي دلالة الألفاز تدل على الإجابة رقم جيم قال شوقي إن الذي ملأ اللغات اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضغط من عوامل التجديد عند تلاميذ البرودي كما اتضح من البيت السابق هل ارتبطهم بالصحفة؟ هل إيمان بفكرة الجامعة الإسلامية؟ لا هنا مفيش بيتكلم على إن اللغات مليانة محاسن ثم قالوا إن الجمال كله جعل الجمالة إن الله عز وجل الذي ملأ جميع اللغات فيها محاسن لكن جعل الجمال كله وسره في لغة الضد يبهن هل الحرص على بقاء اللغة العربية ولا إيمانهم ولا الجمع بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية؟ والله الجمع بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية ده كان عامل عندهم إنهما كان عندهم ثقافة أجنبية نفتحها على الثقافة الأجنبية كان عندهم الثقافة العربية بس مش هي دي برضو يعني اللي مشي أقوى يعني هنا بيتكلمش على الثقافة هنا بيتكلم عن اللغة يعني بعيدة شوية الحرص على بقاء اللغة العربية والله الاختيارين أصلا يعني عليهم إشكال يعني الاختيارين عليهم إشكال الحرص على بقاء اللغة العربية يعني ما جاتش خالص يعني أن ده من العوامل من عوامل التطوير يعني عوامل التطوير والتجديد ما لهاش علاقة يعني ده ده تؤدي للعوامل المحافظة على القديم الحرص على بقاء اللغة العربية ما تجيش تجديد تيجي من باب المحافظة على القديم فده الحرص على بقاءة اللغة العربية الجمع بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية إن الذي ملأ اللغاتها محسنا فهم كده عندهم معرفة باللغات دليل إنهم عرفوا محسنها وجعل الجمالة وسره في الضاد فعنده عارفين كويس جدا اللغة العربية فإن تمشي يعني لو هنمشي الثقافة على اللغة هتمشي هتمشي أحسن هتمشي أحسن من الحرص على بقاءة اللغة العربية فهنختار ألف الجامعة بين الثقافة العربية والثقافة الأجنبية وإن كان دي محتملة فالاختيار هنا أصلا يعني الاختيارات مش دقيقة يعني المفروض تتحطي اختيارات دقيقة فهنا مفيش حرص على بقاء اللغة العربية خالص مفيش هنا الحرص على بقاء اللغة العربية من العوامل يعني ظهرة في البيت هما هنا البيت بيدل على أنهم عندهم معرفة باللغة الأجنبية ومعرفة باللغة العربية فيريد حتى نموزج الإجابة في اكتاب الامتحاني راجع لجابة لان هو جايبها به فما ما تنفعش خالص قال الشاعر مادحا شوقي من كلم الأطلال حتى أفصحت وترنمت باللحن في بنياته بنيانه في بنيانه من سمات المدرسة الكلاسيكية كما يظهر في البيت آه من كلم الأطلال الأطلال آه البقاية الديار ده واضحة جدا يبقى أنا عندي خلاص من سمات المدرسة الكلاسيكية ذكروا الأطلال ما عنديش تصريع ده أصلا هنا التاء والهاء مفيش هنا تصريع أصلا خالص مفيش هنا وحدة البيت موجودة عند الكلاسيكية ان كل بيت له وده اللي هو تعدد الأغراض كل بيت بيتكلم في غرض معين بس هنا بيتكلمش على تعدد الأغراض مفيش هنا بدء بالغزب طبعا هنا واضحة دلالة اللفظ على ذكر الأطلال من كلم الأطلال يناجي الأطلال ويبكيها قال الشعر مادحا شوقي من أثمرت كل العلوم بعقله وتمايل التاريخ في بستانه من مظاهر التجديد عند شوقي كما يظهر في البيت السابق الاتجاه للمخترعات الحديثة هنا ما عنديش كلام ده بيتكلم أثمرت كل العلوم بعقله وتمايل التاريخ في بستانه واحد تكلم عن التاريخ والتاريخ كده كان زي الأشجار الجميلة اللي التمايل في بستان شعر شوقي يبقى ما عنديش ارتباط بالجماهير ما فيش جمع ثقافات طبعا الاتجاه للتاريخ واضحة جدا ان التاريخ تمايل لكأنه أشجار وأظهار تتميل في بستان شعر شوقي فاتجه للتاريخ واضحة جدا جدا هو ما فيش كده غير السؤال رقم تسعة ده اللي هو عليه إشكال في كتاب الامتحان قال شوقي بعد رحيل اللورد كرومر لما رحلت عن البلاد تشهدت يعني البلاد لما انت مشيت عنها البلاد تشهدت قالت أشهد والله لا لا إلا الله أشهد أنه محمد رسول الله لكني كان كبوس ونزاح فكأنك الداء العياء رحيلة أحسبت أن الله دونك قدران تحسب أن رب العجال مش يقدر عليك لا يملك التغيير والتبديلة لن يستعن يغيرك ويبدلك من خلال البيتين السابقين القضية المجتمعية التي عبر عنها تلاميذ البرودي طيب كرومر ده مش كان حاكم الإنجليزي في مصر الاحتلال يبقى لما رحلت عن البلاد لما قولي يتكلم عن اللورد كرومر في عنوان البيت يبقى هنا خلاص قضية إيه موقفهم من الاستعمار هنا ما فيش أحزاب وينما فيش قضية مرأة حتى فيش قصر حتى لو ما حطلش اللورد كرومر لما رحلت يبقى بيكلم عن واحد عن البلاد تشهدت فكأنك اداء العياء لو ما قلش كده كعنوان للبيت قال شوق بعد رحيل كرومر هلاقي اني ما فيش قضية مرأة ما فيش تعدد أحزاب ما فيش قصر يبقى كده بيتكلم عن الاستعمار هو اللي يرحل عن البلاد فبتكلم طبعا عن اللورد كرومر فوضحة جدا جدا من عنوان البيت قال حافظ إبراهيم أنا لا أقول دعوا النساء سوافرهم السفر عكس الاحتشام ولبس الحجاب مرأة سافرة أي متبرجة لا تلتزم بالحجاب بين الرجال يجلن في الأسواق أنا بقول أنا مش عايز الست تكون سافرة متبرجة وسط الرجال تتجول في الأسواق كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب ولا أدعو إلى الإسراف في الحجب تتحبس خالص والتقييد والإرهاقي فتوسطوا في الحالتين يعني بين النية تخرج تتساب الحبل على الغارب أو الحبس فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالشروا في التقييد وفي الإطلاق اللي أنت تحبس وتطلق إطلاق ليس له حدود طيب من القضايا المجتمعية هنا شوك أنا لأقول لدعو النساء يبقى بتكلم عن قضية إيه قضية المرأة على طول رقم دال قضية المرأة رقم دال قال حافظ إبراهيم يمدح شوك فجديده رد القديم من البلا وأعاد سؤدده إلى إبانه من مظاهر التجديد عند تلاميذ البرود كما يتضح من البيت الصابق هل في هنا اهتمام بالتجارب الزاتية لا الأخذ من التراث آه دي تمشي شوية ونقول له اهتمام بتنوع الأغراض لا ما فيش هنا تنوع أغراض ارتباطهم بالجماهير لا الأخذ من التراث والالتفات إلى ثقافة العصر يفنمني جديده ده ثقافة العصر رد القديمة من البلا البلا هي العظام البالية كأنها ردها من القبر يعني إحياء الأدب العربي الشعر العربي الكلاسيكية وده اللي عمله البرودي عشان كده تسمت مدرسة الإحياء والبعث فالجديد ساعد أصلا على بقاء القديم لما طوروا هم تلاميذ البرودي يبقى الأخذ من التراث والالتفات إلى ثقافة العصر التفات إلى ثقافة العصر فجديده رد القديمة الأخذ من التراث خلاص كده يبقى الإجابة رقم إيه رقم جيم قال أحد الشعراء في شاعر كلاسيكي كلاسيكي تابع مدرسة الإحياء والبعث ترى فنون الحلة في شعره موزعة يعني في أغراض بين المشاهد والأثار والحكم مشاهد طبعا بيوت أطلال أثار قديمة وحكم لأنه عندهم شيوع الحكمة في شعرهم يعني يكتب كده من السمات عند مدرسة الإحياء والبعث شيوع الحكمة لو مش موجودة عندك في الكتاب وهي مش موجودة في الكتب الخارجية وكمان البدء أو التأثر بألفظ القرآن الكريم برضو دي من سماتهم وشيوع الحكمة في شعرهم طيب من سمات المدرسة الكلاسيكية من حيث الشكل هل وحدة البيت هنا ما تكلمش عن وحدة البيت ما فيش هنا بغزل ما فيش واحدة عضوية الواحدة العضوية أصلا عند الرومانتيكية ذكر الأطلال عرفنا منين طرى في شعرهم ذكر المشاهد والأثار هنا في ذكر للأطلال قال شوقي ألوم معذبي فألوم نفسي فأغضبها ويرضيها العذاب وشوقة بيتقلم عن نفس وهذه المتكلمة ألوم معذبي من يعذبني في الحب فألوم نفسي فأغضبها ويرضيها العذاب وأغضب نفسي لما ألومها وهي رضيها بالعذاب اللي أنا عايش فيه نتيجة الحب ولو أني استطعت لتبت عنه ولكن كيف عن روحي المتاب آه ده بيتكلم عن نفس دي تجربة ذاتية إيه ده هم الكلاساتيين عندهم تجربة ذاتية هم أفسحوا المجال للتجارب الذاتية بعض يعني قليل كده في شعرهم في تجارب ذاتية إنما التجارب الذاتية في كل القصائد دي عند الرومانتكيين ماشي من أول التجال والداني بتاعت مطران وإحنا خدنا أن هم أفسحوا المجال للتجارب الذاتية عشان كده تجد في أول ما تدرس للتجال وقداني يقول لك بدأ مع الإحياء والبعث بدأ مع مين؟ مع الإحياء والبعث الذي رد للشعر العربي ما فقده من لماسات وجدانية يحياء البعث كان لهم دور أساسا في بداية الاتجاه الوجداني هما اللي بدأوه مطران كان مرحلة نمو وليس مرحلة بد خلاص هنا بيتكلم عن نفسه يبلتفتهم إلى التجارب الزاتية ليه عندك أفسحوا المجال لمزيد من التجارب الزاتية قال لهم معذبي بيتكلم عن نفسه تجربة الزاتية يعني الشعر يتكلم عن نفسه ويعبر عن مشاعره طبعا هنا مفيش أخذ من التراث خالص ولا في ارتباط بالجماهير ولا في تنويع أغراض التفاتهم إلى تجاربهم الذاتية عرفناها ألوم معذبي من يعذبه هو ياء المتكلم دلت أن الشعر يتكلم عن نفسه فألوم نفسي ياء المتكلم فأغضبها يغضب نفسه ويرضيها العذاب ولو أني تكلم عن نفسه ولكن كيف عن روحي ياء المتكلم دائما تدل على التجربة الذاتية 17 قال شوقي قم سليمان بساط الريح قام ينادي قم يا سليمان فبساط الريح طبعا سيدنا سليمان كان يركب البساط بساط الريح قام طبعا هم مش بيقصدين السيدنا سليمان بساط الريح قام ملك القوم من الجو الزمامة طبعا الناس في العصر حديث ملك الجو باختراع على طول الطائرة دي دلالة المعنى بقى اللي بتودين هنا لاختراع الطائرة ذهبت تسمو فكانت أعقبا فنصورا فسقورا فحماما طب الأعقب هنا بيشبه الطائرة بطائر العقاب وبالنصور وبالسقور إن دلالة اللفظ والمعنى هتودين عقبا كده الطائرة دي ايه اه على طول الاتجاه إلى المخترعات الحديثة دي السماء اللي موجودة دي من مظاهر التجديد عند شوق مفيش هنا اتجاه اسلامي خلص في الأبيات مفيش جمعي ثقافات متعددة مفيش ارتباط بالجماهير قال أحد الشعراء يرثي أحمد محر وكل حين كل وقت كل زمان له شعر تتيه به محافل الأدب العالي من الطربي فللحماسة آيات كل زمان له شعر يخلي الوحد يستمتع فيه ويقال في محافل الأدب العالي فللحماسة آيات علامات مغلبة في ثورة الحق في ثورة حق لا في صورة غضبي إذن حماسة طبعا معروف أن أحمد محرم هو من طوع الشعر العربي للقصص الحماسي يظهر في البيت الثاني من مظاهر التجديد التلميذ البرودي وبيتكلم عن أحمد محرم فللحماسة آيات يبقى الشعر العربي طوع الشعر العربي للقصص الحماسي على طول دي سهلة جدا قال أحمد شوقي مرت عليهم في اللحود أهلة الهلال هو الشهر العربي كذا شهر عربي هلال ورا هلال ومضى عليهم في القيود العام نيرون أحد الحكام في العصور القديمة جدا جدا كان حاكم ظالم لو أدركت عهد كرومر لو شفت كرومر الحاكم الإنجليزي لو عرفت كيف تنفذ الأحكام وعرفت زي تنفذ الأحكام دي تدل على حدث الدون شوي لما حكموا على المصريين ظلما وظورا بالإعدام وغيره يزعر في البيتان السابقين عاملا من العامل التي أثرت في المدرسة الكلاسيكية هل هنا الجمع بين الثقافات المتعددة لا ده بيهاجم طبعا هنا كرومر ويفضح جرائمه الارتباط بالجمهير لا الاتجاه لمختارات الحديثة لا الموقف فينا الاستعمار والتنديد بجرائم الاستعمار رقم به هي الإجابة الصحيحة عرفنا منين من كرومر على طول ودتنا الاستعمار يقول علي الغياتي مخاطبا شوقي يا شاعر النيل العظيم أما ترى للنيل إلا أسوأ الحالات يا شوقي يا شاعر النيل مش شايف ودي النيل مصر عيش في حال صعب أو أنت تروي عن سواك حديثه كيما نرى الدستور ليس بآتي زي ما احنا شايفين كان الدستور مش ناوي ييجي وما فيش دستور يتعامل لمصر ومصر بتمر بحال صعب يظهر في البيتين السابقين من سماة المدرسة الكلاسيكية من حيث المضمون إيه بقى الفرق من المضمون والشكل الشكل حبيبي يعني يبدأ بالتصريع يعني وحدة الوزن والقافية يعني فيه تعدد أغراض أو فيه وحدة فنية اللغة المضمون بقى الموضوع اللي بيتكلم فيه الموضوع اللي بيتكلم فيه يتكلم عن قضايا العصر مشكلات العصر يبقى الاتجاه الوصف المنجزات الحديثة دي ما جاتش خالص الارتباط بالجماهير ما جاتش الجمع بين استقافة المعظمية ما جاتش البيت بيدولي على التعبير عن مشكلات المجتمع وقضايا لما بيقوله إيه أما ترى للنيل أسوأ الحالات النيل إيه ما نقصدش نهر النيل نقصد شعب مصر أو أنت ترى تروي عن سواك حديث أو كما نرى الدستور ليس بقاتي كلم عن مشكلة الدستور ومشكلة مصر من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التعبير عن مشكلات المجتمع وقضايا يبقى الإجابة إيه رقم به رقم واحد وعشرين يقول علي الجارم دار الإذاعة طبعا إذاعة الإذاعة اللي فيها طبعا الراديو الحاجات اللي بتيجي في راديو زي إذاعة رمكان الكريم إذاعة القاهرة كم نشرتي ثقافة طبعا زمان كان شفيق الراديو بس يعني نشرتي ثقافات عديدة مآثرها مفاضلها عن الجلت يعني ظهرت مآثرها عن الإفساح مش محتاج حد يتكلم عليها بتي علمت الناس حاجات كتير يظهر في البيت السابق قال ليه تمام بحرية المرأة ده بيتكلم على الثقافة التي نشرت عن طريق الإذاعة منقف الكلاسيكيين من الدستور ما عندش دستور التعبير عن روح العصر ثقافيا صح روح العصر ثقافيا نتيجة إيه الإذاعة المصرية طبعا هنا مفيش إيمان بفكرة الجامعة الإسلامية بل جابها رقم جيم آخر سؤال في الكلاسيكية في كتاب الامتحان في أدب الكلاسيكية يقول حافظ إبراهيم يا حديدا ينساب فوق حديدا السؤال ده طبعا جيف أول امتحان آآ علم علوم كان سياب الرقطاء فوق الرغامي الرغام التراب والرقطاء الحية طي يظهر في البيت السابق من سمات الكلاسيكية من حيث المضمون موضوع هل فينا جمع ثقافات؟ لا في ارتبط بالجماهير؟ لا في التعبير عن مشكلات المجتمع؟ لا لاتجاه الوصف المنجزات العصرية؟ آه هي دي دي الصح طب ايه المنجزات العصرية؟ ايه الحديد اللي بيمشي فوق حديد؟ القطار اختراع القطار يمشي مثل الحية على التراب طيب أستاذ ده دي المنجزات العصرية كان عند أحمد شوقي آآ يبقى تاخد بالك بقى ان السمات بتاعت شوقي ممكن تمشي على باقي شعراء المدرسة عشان هنا حافظ إبراهيمة خلاص؟ يبقى السمات بتاعت شوقي تمشي للشوقي وتمشي باقي ايه؟ سعراء المدرسة كده انتهينا من تدريبات الكلسيكية عام ٢٠٣ من كتاب الامتحان آآ تنساش بقى لو الفيديو عجبك يعني يريد عشان نكون دافع لنا عن استمرار وإحنا بنحلم الأضواء بنحلم الامتحان وكيان نسأل يعني عشان نكون دافع لنا تعمل عجاب للفيديو آآ تشترك في القناة علشان يعني نكون دافع لنا اللي احنا نبذي المجهود في حل الكتب دي آآ أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته